إذن سنقوم اليوم بحل بطاقة المراجعة الأسبوعية التي هي عبارة عن الامتحان الذي كمنا بتنفيذه في المرة الأخيرة طبعا هذه الأسئلة التي ترونها أمامكم هي أسئلة حضورها في الامتحانات الرسمية مؤكدة يعني ستسألون عن البيت الشعري وتحديد البحر والتفعيل والجوازات والروية والقافية هناك سؤال ضبط أواخر الكلمات وهناك سؤال متعلق بالصور البيانية وهناك سؤال إعراض يعني هذه الأسئلة الأربعة من المؤكد أنها تمر معكم في الامتحانات الرسمية هذا شيء مؤكد واضح ولذلك علينا أن نستفيد بشكل كبير واضح نبدأ كالعادة أنتم معظمكم لديه مشكلة أو ما زال يعاني من موضوع الكتابة العروضية اكتب عروضيا كل من البيتين الآتيين سمي بحره محددا تفاعله وجوازاته هون في خطأ بالطباعة وجوازاته وليس جوازاته ورويه وقافيته البيت الأول إن بعت دينا بدنيا قصد منفعة وإن تبع وطنا فالكفر سيان يلا يا مريم ابدأي بالبيت الأول إن إن سكون باع من وقف على العاو لحظة إذن إن عند النون نتوقف باع من وقف على العاصر نعم إن باع تادي تادي مع بعض إيه أين نتوقف عند الدال إيه الدال ما هي حركات وطي الصوت من عندك الصوت وطي صوت تلفزيون إذن إن باع سارة أنت معي جاتي يلا يا إذن أين نتوقف هل عند الدال أو عند الياء عند الياء الياء هي الساكن طبعا هي لا تتصل بالدال طبعا ولكن التوقف عند الياء إن باع تادي نعم أكمل إيه نا نعم نون بدو لحظة لحظة دي نن نون واحدة دي نن لا لا توقف اثنان يعني دي نن التنوين أيضا يلفظوا نون أيضا يلفظوا نون إذن دي نن نعم بدو اكرأ 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 الكلمة بدنيا بدنيا أين نتوقف عند نون صحيح بدن ثم نكتب الياء بدن ياء صحيح قص منوقف على الص دامن قص نعم دامن دامن نوقف عند النون دامن نعم فا تا ونا فا ع تن تن إذن منفاعة هنا نكون بالإشباع الحركة هنا طيب فلنكم بتقطيعها أو بكتابة رموز هذا الشطر يا مريم يال نعم خط سكون سكون نعم خط سكون نعم خط خط سكون نين سكون صحيح خط سكون نين صحيح خط ماء السكون نعم بدن خط خط سكون صحيح خط سكون نعم خط سكون بعد مرة خط خط سكون نعم ثلاثة خطوط سكون طيب اكرأي لنا هذه التفعيلات يا مريم مستفعل فاعل لحظة إذن هنا مستفعل مستفعل صحيح مستفعل فاعل مستفعل فاعل لحظة مستفعل فاعل التفعيلة الثانية هنا اكرأيها لا مستفعل طبعاً طبعاً يمكن هون فوق مش عصوات بعض يعني مش المهم التفعيلة هون مش عصوات بعض اللي فوق مستفعل فاعل هيا فاعل ها فاعل اه مش قلت فاعل انا نعم قلت فاعل اذا مستفعل فاعل اكملي مستفعل طبعاً هون لبعد المسافة لن نقوم بإيصال الخط إلى الأعلى مستفعل نعم فاعل فاعل مستفعل البحر البحر البسيط طبعاً هذا البحر هو البحر البسيط جاد هل تسمعونا يا جاد 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 الشعار نرجان نرجان تفضل يا نرجان الشطر الثاني من البيت كومي بكتابته عروضياً او اخبريني كيف يكتبوا عروضياً نرجان نعم يلا يا نرجان وانتبع وطناً فالكفر سيان يلا نريد أن نكتب البيت الشطر الثاني كتابة عروضية تفضلي أين نتوقف يلا أنا أكتب وأنتي أقولي وان وان إذن كلها كما هي صحيح نتوقف عند النون أليس كذلك نعم وان أكملي طبع طبع كما هي نتوقف عند العين نعم أكملي وطنا وطنا كيف نكتب وطناً هنا وط نعم ماذا أيضاً نا نون نعم وماذا أيضاً وطناً وطناً التنوين كيف لفظناه يا نرجان استاذ هاية تنوين ولا سكون تنوين وطناً لأنه لأنه بدين بدنياً بدنياً نعم وطناً 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 مش نوف تنوين نون نحط نون تانية نعم كيف نكتب الكلمة التي بعدها فالكفر هل نكتب قال التعريق هنا هل نكتب قال التعريق ايه فا ماذا أيضاً نكتب بعد الفا فالكفر ماذا نكتب بعد الفا لا 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 صحيح فل نتوقف لأن هناك ساكن أليس كذلك نعم نكمل كيف نكمل هل نتوقف أو نكمل بعد الفا نكمل فالكفر فالكف هل الفا ساكنة أليس كذلك نعم إذن فالكف رو نضع الر لوحدها و سيان وكيف نكتب كلمة سيان وكتابة عوضية ونقف عند الياء أي الأولى أو الثانية هناك شدة روسي نقف عند عند الأولى صحيح نعم ونكمل بالثانية سي كيف ننهي كيف ننهي وو نشبع الواو تناسب الضمة جيد يلا يلا الرموز يا نرجان وأن كيف الخط والسكون مستفعلا لا لا منا نكتب الرموز قبل أن نقرأ التفعيل مناش نكتب كما فعلنا هنا كيف سنقرأ التفعيل يلا خطين سكون صحيح خطين سكون صحيح يلا واطانا ثلاثة خطوط نعم سكون نعم خط سكون جيد خط سكون جيد خطين سكون نعم خط سكون خط سكون جيد الآن اقرأ إلنا هذه التفعيلات ياثر مستفعلا اقرأ لحظة لحظ إذا قلنا يا نرجان مستفعلا طيب بدأ تكون خط سكون لاحظي هنا مستفعلا في الشطر الأول خط مائل سكون حركة سكون هنا حركتان سكون لا يمكن أن تكون مستفعلا ما أنت جاربي مستفعلا بطب هنا اتنين ما الذي يجوز أن يأتي بدلا مستفعلا في البحر البحر البسيط يا هادي فضل الله هادي هل تسمعون ايه ما هو ما هو جواز مستفعلا في البحر البسيط في التفعيلة الأولى من الصدر والعجز يمكن أن تأتي مستفعلا مفاعل ايوة مفاعل هيا يا نرجان شفت إياه ونحن بس نعرف البحر من الشطر الأول صارت سهلة هي التفعيلة تسمى مفاعل هي من جوازات البحر البسيط يجوز أن تأتي مفاعل بدلا من مستفعلا واضح فقط في التفعيلة الأولى من الصدر والعجز هنتبهوا مش بكل الأماكن يلا يا نرجان التفعيلة الثانية ما هي فاعل اقرأيها انظروا إليها فاعل هل هذه فاعلون هذه فاعلون هنا خط مائل سكون خطين سكون هون ثلاث فاعلون فاعلون جيد جدا فاعلون يلا لبعد مستفعلا هذه مستفعلا صحيح ماذا أيضا تفعيلة الأخيرة مستفعلا تفعيلة الأخيرة ما هي يا نرجان اقرأيها فا فاعلا لا هالحركة العين سكون أو كسرة شوفي هادي سكون سكون منقول هون فاعلون ليش لايكي فاعلون ثلاث شحطات سكون بس هون في حرف ساكن بينتهم أصبحت فاعلون وليست فاعلون طيب فضل على أي بحر نظم هذا البيت بحر البسيط بحر البسيط ما هي جوازات ما هي الجوازات التي جاءت في هذا البحر طبعا سأرسل لكم الإجابات بعد أن انتهي من الزوم ما هي جوازات 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 تأتي فاعل من هي التي تأتي فاعل وفاعل بدل من من فاعل أيوة نقول جازة في فاعل أن تأتي فاعل وفاعل في الصدر والعجز صح هل هناك جواز آخر جازة أن تأتي مفاعل أن تأتي مستفعلا بالعكس بالعكس يا فضل جاء أن تأتي مفاعل بللا من مستفعلا أو جازة في مستفعلا أن تأتي مفاعل طبعا مفاعل يحق لها أن تأتي بدلا من مستفعلا فقط في التفعيل الأولى من الصدر يعني هون وفي التفعيل الأولى من العجز بس يعني ما فيها تيجي هون مثلا مفاعل ولا فيها تيجي هون مفاعل بس بأول بس بأول واحدة من الصدر وأول واحدة من العجز هيك القاعدة تقول واضح جازة في مستفعل أن تأتي مفاعل في مستفعل أو جازة أن تأتي مفاعل بدلا من مستفعل المهم أن تكون الصياغة صحيح يا ياسمينة أين الروي في هذا البيت ياسمينة ياسمينة نائمة طبعا أنا لمن لا يجيب أسجل بجانب اسمي أو أضع إشارة هنا أخبرتكم سابقا تفضل يا سيرين سيرين بطار نعم أستاذ أين الروي في هذا البيت البيت الأول اليا ما هو الروي أصلا يا سيرين ما هو الروي إذا أردنا أن نعرف بالروي ما هو الروي لانا تفضل يا لانا أوضح إلها ما هو الروي لانا هل أنت معنا أستاذ أستاذ يلا ما هو الروي أين الروي في هذا البيت البيت الأول بعرف شي يعني الروي أو بقول ما هو عرف الروي حتى تسمعك شو اسمه سيرين هو من حري لازم للقافية ما هو ما هو أعيدي هو أنه حذف الشي اللي حذف من القافية لا لا يكون أخف طب حددي لين الروي أين الروي في هذا البيت البيت الأول أين الروي يا سارة خليفة سارة هل معنا سارة أم غادرت عباس هاشم تفضل أين الروي بقى معنا يا أستاذ سارة أين هي سارة لماذا لا تجيب سارة عباس يلا أين هو الروي في هذا البيت والله كارثة 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 كبيرة أين الروي يا مريم الروي يا مريم سمعوني جيدا سمعوني الروي هو آخر حرف في البيت آخر حرف ملفوز آخر حرف نبلغو بلغطي نون المظلومة لا شو مالكم نون المظلومة الروي هو آخر حرف ملفوز في البيت شو مالكم شو مالكم فضيعين فغلت أنا بالروي القافية إذن الروي هو الحرف الأخير الملفوز في البيت الشعري يعني من العجز هو هون النون المضمومة النون اللي عليها ضمي هذا الروي أين القافية طيب أين القافية يا مين من يجيب رينا منانا تفضل يا رينا رينا هل تسمعينني آدم يحيا يلا هو بتسجل غياب آدم يحيا أين هو هون هادي تفضل يا هادي أين القافية في هذا البيت القافية هي شو هي القافية شو هي القافية أولا شو أخر 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 أربعة فتحة سكون فتحة سكون صح هيا هيا يعني يانو يانو صح اسمعوني جيدا اه يانو أنا قلتك اسمعوني جيدا خلوها تكون واضحة شو يعني لن نذكر هنا يا شايفينه يانو القافية ما هي القافية هي آخر ساكنين يلي هوا شايفينه مع أول متحرك قبل الساكن بتطلع أوقات هذي جاي صغيرة للقافية أوقات القافية بتجي طويلة بتجي أكبر بتجي أكبر بكتير بس القاعدة ماذا تقول بتطلع آخر ساكن والساكن اللي قبله وبجيب أول متحرك قبل الساكن هذه هي القافية أما الروي هو الحرف الأخير الملفوظ في البيت الشارع البيت الثاني فلنحاول أيضا أن نقوم بتقطيعه بشكل سريع هذه الأسئلة هي التي تأتيكم بالعلامات المضمونة يعني العلامات التحليل ليست مضمومة ليست كثيرة الضمان يعني أنتم عم تتحللوا يعني يمكن أن تكون هناك أخطاء هناك عبارات يريدو أو كلمات ألفاظ يريدونكم أن تذكروها ولم تذكروها بتطير العلامات أما هنا هنا الأمور أسهل يعني يمكنكم الحصول على العلامات من خلال البيت العروض البيت الشارعي وضبط الكلمات والصورة البيانية والإعراب هذه العلامات مضمونة هنا يلا تفضل يا أنا ما عم بعرف أمل العروض نعم ما عم بعرف أمل العروض والهيدور للجواي هل سمعتي ما كنا نقوله الآن ما هو الروية يا لانا هو آخر حرف ملفوظ في البيت الشارعي هي بلا ما تقطع هو النون المضمومة النون اللي عليها ضم شفتيها هلأ شفتي ناشح نعم نحط ونحن نضع مبلا مبلا كافية مبلا طيب طيب تفضلي يا لانا لنرى ما لديك نريد أن نكتب هذا البيت كتابة عروضية وما حب الدياري شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة نحن كلنا يا لانا في الكتابة العروضية نتوقف عند كل ساكن نقطش الكلمة عند كل ساكن وأيضا نعم كل ما يلفظ يكتب وما لا يلفظ لا يكتب لا يكتب هيتي لنشوف يلا وما هل تتغير وما لا تكتب كما هي ها ها دي وما طيب ماذا لدينا هنا حب 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 ايه كيف نكتب حب أين نتوقف هل شدة حرف أو حرفين هي حرفين هي حرفين صح الأول ساكن والثاني متحرك نحن نتوقف عند كل ساكن أليس كذلك بلا يعني نتوقف عند الباء الأولى صح وما حب ها دي سكون بو حب أول شي وقفنا هلأ الباء الثانية تأتي هنا وما حب بو دياري هون شو صار عندنا الباء الثانية مع أي حرف ستدخل بالدياري بالدال هل لفضنا قال التعريف لا لا تكتب قال التعريف طالما أنني لم ألفظها إذن وما حب بد كمان عندنا الدال عليها ساشد يعني هي حرفين أتوقف عند الدال الأولى صح شو بكمل هون بالدال الثاني كمان دا دال ويا لفوق نعم هون وقفنا هون سكون لأن الألف ساكنة برجع ماذا أضع هنا الرا الرا ما زلت في المتحرك صحيح أين أتوقف الدياري شغفنا قلبي أين أتوقف هنا أثناء الكتاب عند أي حرف لا فا عند أيوة عند الفا إذن وما حب الدياري شغف أكمل هنا ماذا كيف أكمل شغف نامع بقلبي أين أتوقف هل كل قلبي مع بعضها أم هناك حرف ساكن نتوقف عندها لا عند الله عند الساكن أيوة شغف شفتي مش صعبين شفتي كيف شغف لا قل أتوقف هنا عند الله وشو بعمل هلأ بكتب آخر شي بي بي فيش داي عمل إشباعهم لأنه هي جاية ساكنة أصلا خلق الآن يا لنا نريد أن نضع الرموز يعني الحركة والسكون تفضلي ابدأي من البداية وما كم حركة وكم سكون هنا حركة وما حركة حركة ما في هون سكون لنحط سكون هلا هي الألف بس نحنا أطشنيها هي الألف هو أحرف المد يعني ساكنين يا لنا وما هون طالما أطشتها يعني هي هون سكون هون صح حركة سكون حركة سكون صحيح حركة سكون كمان صح أكملي حركة حركة ماذا أيضا سكون سكون الألف ساكنة نعم هون حركة حركة سكون ب賽 لاحظة لحظة عندنا الرا والشي والشاء والغاء كيف كم واحدة بيكونوا سكون اه اتنى تلاتة واحدة لحظة شويلا واحد الرا والشا والفا تلاتة اه تلاتة نعم والفا سكون صح عنا الرا والشا والغين هني في تلات خطوط والفا سكون صحيح نكمل هنا نعم حركة حركة سكون حركة حركة سكون ايضا نعم ماذا لدينا هنا حركة حركة سكون هل يمكنك ان تقرأ سنكون فقط بالاجابة عن هذا الجزء من هذا البيت كي نتسنى لنا في العشر دقائق ان نكمل الاسئلة الباقية يلا يا لنا هل تحاولين هل حاولت كراءة هذه التفعيلات او هذه الرموز شو منقرأها وليا نرى اي هذي شو التفعيلات شو ما نقرأها او مستفعلون لحظة مستفعل طب اذا كلنا مستفعل مستفعلون هني حركة سكون لدينا هنا حركتان سكون ليست مستفعلون يعني مستفعلون كلا من يقرأ هذه التفعيلات او هذه الرموز من يستطيع كراءة هذه الرموز تفضلي مفا 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 عي ايه مفا 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 ايه مفا ملا شو وقفتي مفا مفا ما يجب ان نحفظ ما كلهم بحرين مفا 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 التفعيلة الثانية ما هي مفا 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 لا مش مفا لا مش مفا 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 ما هي لحظة لحظة ما هي تفعيلات البحر الوافر الوافر ايه مش مفا مفا فا فا فعولن فعولن اكتشفنا ان كن مش حافظين تفعيلات البحر الواقع انا نسيتم يا استاذ اذا فعولن لمش عم تكتب هذي فعولن اذا هنا فعولن مفاعلن مفاعلة فعولن ليس كذلك يعني عندنا هون جواز جاهزة ان تأتي بدل مفاعلة مفاعلن في عندنا جواز هون من الجوازات اذا مفاعلن مفاعلة فعولن هذا البحر الوافر اذا مش حافظ تفعيلات البحر الوافر لا يمكنني ان اقوم ب هون من جوازات البحر الوافر ان تأتي مفاعلن ان تأتي مفاعلن بدلا من مفاعلتن واضح؟ اين الروية مريم في هذا البيت؟ الروية؟ نعم لحظة الراء الراء ما بها المفتوحة الراء المفتوحة طيب اذا ما ننطلع الكافية هلا احنا قطعناش الكافية اذا قلنا سكانت يارا يارا ايه يارا كمان يارا صح يارا ايضا هي الكافية صح طيب فلنكمل بالسؤال الثاني او فلنترك السؤال الثاني حاليا فلنمحي ان شاء الله تمحي يالا مش الحال فلنجب عن السؤال الرابع اعراب الجمل هو سؤال مهم جدا اعرب ما تحته خط في الجمل الآثية اولا فلنكم بالاعراب المفردات صفق الطائر بجناحيه تصفيقة من يعرب تصفيقة هنا عباس هاشن تفضل صفق تصفيقة ما هو الدرس الذي تحدثنا عنه وكنا نقوم ب او قلنا بأنه 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 مصدر مأخوذ من نفس الفعل شو بيكون اعرابه نعم ما يجب هو صفقة تصفيقة ما هو اعراب كلمة تصفيقة مش هو بدل كلا ليس بدل لك هديك الكلمة مفضل ما هو اعراب كلمة بتصفيقة مفعول به مفعول فيه يا عين المفعول فيه يدل على ظرف زمان ومكان مفعول مطلق مفعول مطلق يعني يعني اسهل المفعول يمكن أن يعرفوا المفعول المطلق هو مصدر مأخوذ من نفس يتضمن أحرف الفعل أحرف فعله صفقة تصفيقة مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره طيب الله أكثر جمالا من المخلوقات تفضل يا فضل المخلوقات المخلوقات مخلوقات نعم بماذا صبقة هذا الاسم بماذا صبقة بماذا صبقة بماذا صبقة بمن بمن ما هو اعراب من ماذا صبقة من حرف جر يعني المخلوقات كيف يكونوا اعرابوا هذه الكلمة اسم مجرون بمن معلامة جره نعم معلامة جره معلامة جره المواطن الصالح لا يهمل واجباته سيرين تفضلي اعربي لنا الصالح سيرين مريم تفضلي المواطن الصالح لا يهمل واجباته ما هو اعراب الصالح نعت مرفوع صح يا لنا نعت لمن للمواطن مرفوع وعلامة رفعي الدم صحيح اكملي اكملي بشكل اسرع وعلامة رفعي الدم هل هي ظاهرة ام مقدرة هنا مقدرة كيف مقدرة هل هناك حرف علا هل هناك شيء لا لا ظاهرة ظاهرة طيب غادر المهاجر وطنه حزينا تفضلي يا مريم اعربي حزينا نعم يا استاذ اعربي حزينا غادر المهاجر وطنه حزينا وطنه مفتدأ حزينا عن بحكي لا وطنه مفعول به للفعل غاضر مفعول به الفاعل حزينا فاعل من الذي غادر يا مريم حزينا هو هو لا المهاجر من يتكلم سارة هل انت معنا سارة ايه سارة اين كنت غادر المهاجر وطنه حزينا اعربي حزينا يا سارة حال منصوبه على نصير فتح الظاهرة لا حال كيف غادر المهاجر كيف حال حزينا كيف غادر صحيح خبر خبر لمن منه مفتدأ منه مفتدأ منه مفتدأ منه مفتدأ من الجملة الفعلية هان جملة فعلية غادر المهاجر وطنه ليس هناك مفتدأ والخبر بلش بغادر هي مفكري وطنه المبتدأ اه اغسل يديك قبل الطعام يلا لدينا اكل من دقيقة اغسل يديك قبل الطعام اغسل يديك اغسل جملة فعلية اسم مجرور لحظة لحظة قبل قبل اسم مجرور من قال من قال ظرف عرف صار ايه ظرف 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 زمان صار كيف تتعرف فيها ظرف زمان مفعول فيه منصوب قبل وبعد اقول ايه معرفين واضح اشتركوا في القناة